أحياء جلسات مجلس الوزراء طرح رماه في تداول الرئيس نجيب ميقاتي قبل سفره لتمثيل لبنان في مأتم نيرسون مندلا هو المعني بالدعوة إلى الجلسة وبوضع جدول أعمالها ولكن رئيس الجمهورية شريكه في وضع هذا الجدول كان أول من أحبط المحاولة فالرئيس سليمانو أمام نقابة الصحافة لم يجد ما يستدعي عقد جلسة وهو تسلح بقرار مجلس شورة الدولة ليقول بأنه لا يجوز لهذه الحكومة أن تقارر في ملف النفط وإلا فأي قرار قد يطعن به وهو سأل لماذا الاستعجال؟ الحمد لله أن النفط تحت الأرض وليس فوقه وإلا لكان ضاع الرئيس نبيه برلي المتحمس لضرورة عقد الجلسة لم ينكفئ ولكنه ينتظر عودة ميقاتي باعتباره صاحب الصلاحية في الدعوة إلى الجلسة ولكن من منبره في عين التيني شن الوزير جبران باسيل حملة على موقف رئيس الجمهورية وعلى الرئيس ميقاتي معتبرا أن 14 أذار هي صاحبة القرار أمينة بالمعنى الدستوري ما فيهم يقولوا ما بيدعوا استنسابيا وبالمقابة الاستنسابيا بيطلعوا موافقات استثنائية هذه بدعة الموافقات الاستثنائية كأنه اجتمع مجلس الوزراء بس بيختصروا مجلس الوزراء مش بالرئيسين بأمين عام بيمضي القرار حتى لا يوجد توقيع لرئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة هذه دستورية وآنونية والتقام مجلس الوزراء لمواضيع مهمة وضرورية مش دستورية وآنونية فريق 14 أذار يتمترس وراء رئيس الجمهورية وهو يرفض تفعيل عمل هذه الحكومة ولا يقبل بأقل من تشكيل حكومة حيادية الموضوع المطروح هو موضوع حكومي استقالت وانتهت وتوفت هي مطلوب من تصريف الأعمال ومطلوب من الرئيسين وليس من الرئيس ميقاتي ولا من الرئيس بري ولا من الأستاذ وليد بيك جملات يشكله حكومي المطلوب من الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف يشكله حكومي ويتحمل مسؤوليته أمام المجلس النيابي جبهة النضال الوطني طرف التعويم الحكومة ولكنها تؤيد اجتماعها للبتء بملفات ملحة وأحد وزرائها يؤكد أن النفط هو كالأمن بند ضروري وملح عين التيني كما بعبد تنتظر عودة الرئيس ميقاتي والأوساط الرئاسية توضح أن ميقاتي لم يطرح رسميا بعد على رئيس الجمهورية لا فكرة الجلسة ولا بنودها فهل يعود ميقاتي من مأتم مندلة ليشارك في مأتم لجلسة الحكومة؟ ترجمة نانسي قنقر